أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شخصا وإصابة 76575 شخصا كما ناشدت السلطات الصحية المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات وذلك بعد تزايد احتمالات توقف المولدات التي تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات